اهلا بكم مشاهدين الى نشرة الاخبار من القناة الوطنية الاولى ونستهلها بالعنوينة الية الحكمة ومكفحة الفساد موضوع ورشة عمل مشتركة بين الهيئة الوطنية لمكفحة الفساد والاتحاد الوطني للمرأة التونسية انتلاق التظاهرات المنتظمة في اطار احياء الذكرى الثالثة لملحمة السابع من مارس بمنجدان تخليدا لانتصار الوحدة الامنية والعسكرية وابناء الجهة على الارهابيين مختصون في المجال التربوي يبحثون بتوزر ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة وكيفية معالجة اسبابه في المؤتمر الدولي الثاني للتربية الية الحكمة ومكافحة الفساد موضوع تم تناوله بالدرس خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية صباح اليوم وذلك في اطار تفعيل الاتفاقية الممضات بين الطرفين في ديسمبر الماضي خلال افتتاحه لوطشة عمل حول أليات الحكمة ومكافحة الفساد قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوق تبيب إن مقاومة الفساد في البلاد تحتاج مزيدا من الوقت وتتطلب تضافل جهود جميع الأطراف مسؤولية مقاومة هذه الافة ما هي شيء للهيئة فقط ولا للحكومة فقط ولا للقضاء فقط هي مسؤولية التواصل كل خاصة اللي احنا في مواجهة افة متجسمة في طار منظومة وأذاف العميد شوق تبيب أن آفة الفساد سهمت بصفة مباشرة في تدهر الاقتصاد الوطني وتقلص مواطن الشغل في البلاد الفساد يكلفنا أربع نقاط نمو سنويا كيفاش تحسب الذي تحسب على أساس أن الفساد بصفة مباشرة نقطتين نمو وغياب أو ضعف سياسات الحاكمة الرشيدة يكلفنا نقطتين نمو ونقطة نمو كما تعرف تقريبا 40 ألف موطن شغل في السنة يضيعوا علينا معنا تقريبا الفساد يكلفنا 120 ألف موطن شغل في العام ولحظ مختلف الأطراف على الانخراط في منظومة مكافحة الفساد نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورشة عمل مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وذلك دعما للجهود الوطنية ومزيد تشجيع النساء على مكافحة الفساد نحبهم ينخرطوا في المجهود الوطني ونحبهم ستكون أكثر إيجابية لأنه للأسف إنساء كانت أقل نسبة منها الذكور في مسألة الانخراط كمبلغات أو غيره من الأسالي معناها المتقدمة في مقاومة الفساد أكثر المبلغين اللي يتعرضوا للهرسلة والتنكيل والتهديد إلى غير ذلك نسبة كبيرة منهم من النساء في نفس الوقت عن إشكالية أن أعداد النساء اللي بلغوا على ملفات الفساد زد كذلك حسب ملفات الهيئة يعتبر قليل جداً بمقارنة بعدد الرجال كما دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية جميع المنخلطات بالاتحاد إلى ضرورة ممارسة واجبهن حول التصريح بالمكاسب تطبيقاً لقانون الهيئة لما قامتش بالتصريح اليوم باش تعرف كونه هذية أولاً ما يعني هزمها تسرع بتسويت وضعيتها ثانياً تعرف مخاطر عدم التصريح لكن احنا أكثر من أنه احنا نكون واعين نحب ونوعي وغيرنا وهذا دور الاتحاد حثوا نساء على مزيد الانخلاط في مكافحة الفساد بادلاً من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يأمل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعميمها لدى جميع المنظمات الوطنية وجمعية المجتمع المدني أمنياً تمكنت دورية تابعة للحرس الديواني بيس فيقس مساء أمس من إحباط عملية تهريب لحوالي ألف قطعة من النقود المعدنية الأثرية كانت مخفية بإحكام داخل سيارة على مستوى منطقة السخيرة بالطريق الوطني رقم واحد السيارة تحمل ترقيماً تونسياً يقودها مواطن تونسي صرح أنه تحصل على هذه القطع من إحدى بدن الجنوب التونسي وبعرض القطع النقدية المحجوزة على اختبار المعهد الوطني للتراث تبين فعلاً أنها قطع أثرية تعود إلى الفترة التاريخية بين القرن الثاني والرابع ميلادي وكذلك إلى القرن التاسع عشر ميلادي حسب بلاغ أصدرته الإدارة العامة للديوان اليوم وتم حجز القطع النقدية المهربة والاحتفاظ بذي الشبهة لمواصلة الأبحاث تبعاً لتعليمات النيابة العمومية تحيي بن جردان انطلاقاً من اليوم الذكرى الثالثة لملحمة السابع من مارس 2016 هو تاريخ حققت خلاله الوحدات الأمنية والعسكرية تونسية بمشاركة أبناء مدينة بن جردان نصراً ضد الإرهابيين برنامج أحياء هذه الذكرى تتواصل فعالياته إلى يوم السابع من مارس ببرمجة ثرية وكان انطلاق أحياء هذه الذكرى اليوم بتحية العلم بمدرسة بيرسلوغي ببن جردان بحضور أهالي شهداء الملحمة مئة ألف تلميذ ينقطعون عن الدراسة في سن مبكر سنوياً مؤشر يعتبره أهل الاختصاص خطير خاصة وأن هذه الظاهرة تشمل العديد من الدول العربية خبراء في التربية وتعليم من تونس ومن دول عربية شاركوا ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتربية المنعقد بتوزر حول الانقطاع المدرسي وقد وجهت أصابع الاتهام إلى البرامج البداغوجية وتعليمية انتظم بمدينة توزر المؤتمر الدولي الثاني للتربية حول الانقطاع المدرسي تحت عنوان أي دور للفعل المحلي بحضور مشاركين من الجزائر والمغرب والعراق والسودان وسلطنة عمان من أجل التباحث وتبادل الأفكار لإيجاد الحلول الممكنة للحد من ظاهرة الانقطاع نتبادل اليوم الخبرات ونتبادل التجارب وأيضا لندرس أسباب ظاهرة الانقطاع المدرسي الانقطاع المدرسي نأخذه ليس كظاهرة بل كما صار ينطلق حتى من التربية ما قبل المدرسية وسوى نتائجه تظهر خاصة على مستوى الإعدادي ظاهرة الانقطاع المبكرة عن الدراسة والتي تفشت في عديد الدول العربية وأصبحت من المخاطر الأساسية التي تهدد مستقبل هذه الدول وقد اعتبر المختصون أن للانقطاع عن الدراسة ظاهرة المركبة وأسبابها متعددة ومتداخلة هي ظاهرة خطرة جدا لأن تواجه وطن العرب بشكل كبير جدا ولم لابد أن نقف في قوة أمام هذه الظاهرة لأن أصبح لها جنب خطير جدا ونحن عشناها في العراق هو أن أغلب الذين انتملت للمتطرفين وآمنوا بأفكارهم من المقطعين دراسيا ولا يحملون فكرا معين لذلك يستغلون بطريقة كبيرة جدا فواجبنا اليوم أن نحمي شبابنا وأطفالنا اليوم ونحصنهم بطريقة عامية جدا حاولوا بأقصى الطرق أننا معناها أن نتصدوا لها ونعالجوها أول حاجة منخرطين ضمن التوجه الوطني لوزارة التربية في التصدي والحد من ظاهرة التسرب المدرسي من خلال تمكين التلاميذ من حقهم في التعليم إلى حدود 16 سنوات وتدخلات الفردية، الانفتاح الأولياء، دعوة المديرين إلى الشماعات مع الأولياء هذا الكل هي نحاول قدر المستطاع أن ننجح عملية التصدي للظاهرة هذه معالجة البرامج البداغوجية والتعليمية والتي ساهمت في تفشي هذه الظاهرة من الأسباب التي وجب إصلاحها على حد تعبير أهل الاختصاص يعني أن المدرسة لا يتعلمون ما في شيء إذا كان فيها أسلوب ألقائي إذا كان ما في شيء أنشط فطن لهذا هو من مهمة الناس المباشرين للتنميذ، يعني المدرسيين، يعني المدرسة في حداتها وهذه دور هام جدا من نسبة للمدرسة عليها أن تستطيع به مائة ألف منقطع سنويا عن التعليم وبمعدل مائتين وخمسين تلميذ يوميا وهو مؤشر خطير على مستقبل التعليم بتونس ويبقى الانقطاع المبكر من أهم الهواجس التي تشغل اهتمام المشرفين وأهل الاختصاص على قطع التربية ببلادنا نتحول إلى قفصة للتعرف على رياضية تونسية تتألق عالميا وتتمكن بفضل عزيمتها وقوة إيرادتها تكون بطلة استثنائية في رياضة ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخصوصية هي مروى براهمي التي فازت مؤخرا بالذهبية رمي الصولجان في ملتقى الشارقة الدولي بالإمارات العربية المتحدة عادت بالمعادن النفيسة الذهب والفضة والبرونز من ملتقى الشارقة الدولي بالإمارات رفعت الراية الوطنية عاليا هي مروى براهمي التي تأبأ إلا الوقوف على منصة التتويجة شعارها التحدي في النجاح التتويجات والمشي أنتها دبيا دي أهلك تحضير بطلة عالم وحضرنا في الشارقة خذت زوز فضية واحدة ذهبية وبعد عملنا زد 200 جوخر في دبي خذت واحدة برونزية واحدة فضية مسيرة تتويجات إفريقية وأولمبية وعالمية ترافقها منذ 2010 تسعى لتأكيدها في نوفمبر القادم بنيل الذهب في البطولة العالمية بالإمارات شعب تحسوا هو اللي يوقف معاك بحكم أنه يشجع فيك كومنترات شكر منهم والدعم منهم معناها هم اللي يعطوك القوة أنه هم بشي يخلوك تعمل وتعمل أكثر لتونس وديما يقولوا لك رانا معاك الشعب مروا حق نتيج تشرف الجهة معتها قفصة وتشرف البلاد بو مش سهل عبادك تشوفهم مبارا تقول رياضتهم سهلة بالعكس يعني برشة تحدي وبرشة خدمة وبرشة تعب وبرشة غش وبرشة مشيك الآن في الأخر مروا كرياضية من أحسن ما تلقى معتها ديما في البوديوم البوديوم نحبش ثاني وثالث الناس تتمنىه أنا صيب شوي أنا أحب ديما الباز لو أنا نخدم مع اللو مروا براهمي بطلة استثنائية عانقت الذهب في عدة مناسبات مروا ابنة المناجم تتألق وتوشح العالمة رغم افتقارها للدعم المالية جهويا ووطنيا نبقى في قفصة وببادرة من مؤسسة التلفزة التونسية وبالتعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم قطاع الإعلام في تونس ميدياب انتظمت دورة تكوينية لفائدة العاملين بالوحدات الجهوية بجهة الجنوب حول غرف الأخبار المدمجة التي أفحت اليوم تلعب دورا رئيسا في تطوير المنتج الأعلامي هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات الأخرى التي تهدف إلى تطوير قدرات الصحفيين في قسم الأخبار ومختلف الفاعلين في مؤسسة التلفزة التونسية تطوير آداء العاملين بالوحدات التلفزية الجهوية داخل غرفة الأخبار المدمجة وتطوير العمل الأخبار وفق مقتضيات التقنيات الحديثة ونشره على جميع المنصات والمواقع الإلكترونية مثل محور دورة تكوينية بقفصة لفائدة العاملين بالوحدات التلفزية الجهوية بجهة الجنوب الهدف منها هي أن نوريهم طريقة العمل الجديدة وفقا للرؤية الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة في إطار غرف الأخبار المدمجة وكذلك التحول من مؤسسة تقليدية إعلامية تقليدية أي تلفزة تقليدية إلى مؤسسة مختصة في الإعلام المدمج أي أن نبثوا ونوزعوا المضامين على مختلف المحامل والمنصات أيضا أن نغيروا في التعاطي مع المعلومة والتثبت منها في أسرع الأوقات هذا ما يجب يكون كان داخل غرفة الأخبار المدمجة ضمنوا تموقع جديد لمؤسسة التلفزة تونسية بمختلف وحدات إنتاجها في الجهات داخل المشهد الإعلامي الوطني والدولي هاجسوا أبناء المؤسسة من العاملين بالوحدات الجهوية الأخبار المدمجة أعتقد أنها خطوة إلى الأمان في سبيل النهوض بواقع التلفزة التونسية خاصة في ظل المنافسة الكبيرة اليوم التي شفناها اليوم كفكرة هي رائعة جدا وهي تهمنا برشا وهي تنجم تخلينا معناها أن نواكب التطورات في المجال الإعلامي لكن إن شاء الله الدعم يتوفر مؤسسات الإعلامية مع المحام الاجتداء كما اليوتيوب والفيسبوك والتويتر والإستجرام لكي نكونوا لغة أخرى ألا باشي نكونوا مواكبين هي دورة تكوينية ثانية بعد دورة أولى انتظمت بمدينة المنسير ببادرة من مؤسسة التلفزة التونسية وبتعاون مع البنامج الأوروبي لدعم قطاع الإعلام في تونس لفائدة وحدات الانتج التلفز بالجهات نختم بالثقافة ويشارك نحو ثلاثين أستاذا من معهد الفنون والحرا في بيسفقس في معرض اللوحات الفنية والمنحوتات بفضاء المعهد المعرض يمزج بين النظري والتطبيقي ويمثل همزة وصل بين المعهد والمشهد الثقافي بولاية اسفقس ميزة هذا المعرض أنه بإمضاء الساتذة معهد الفرون والحرف وأنه نقطة لقاء بين النظري وتطبيقي من زاوية قاعة العرض الموجودة في حظن مؤسسة يعهد إليها بسقل المواهب الإبداعية علميا نحن هنا نحاول نزيد ونكون المخزون البصري لأنه كان يشوف العمل المتاعي أو بقية الأعمال ليس يكون عنه موروث بصري بالموروث هذا يقدر الطالب بشوية 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 يكون عنده عمل متاع ويكون عنده رؤيته تكون مختلفة أكيد عنيانة وعن بقية الزملاء وكل واحد من زاوية النظر متاعه يعبر عليه وهذا يعطي مثلاً سواء كان الطلبة متاعنا رؤية تكون كيفش عن موضوع واحد وتشوفوا بأوجه مختلفة تشوفوا بأسليب تقنيات بصور ولا بتعابير مختلفة حاجة مزينا على الأخر كأن القول برافيت متاعنا يبرتجيوا لخدمة متاحهم لوحات زاتية ومنحوتات وفوسي فوساء وجمال بمواد مختلفة وزوايا متنوعة في معرض أخرج فيه ثلاثون أستاذاً الفنان الذي بداخلهم معرض يعيد على السطح النقص الفادحة في السفاقس لقاعة العروض الفنية الملائمة الرواق هذا طبعاً من الإدارة الجديدة دو بوي أنو رجع للحركية بشكل كبير ورجع بحركية أكثر من المتوقع بكثير بحكم كونه السفاقس يعني تعاني نوعاً ما من نوع من التجاهل على مستوى الثقافي بما أنه الرواق الوحيدة ليولى هذه هي القاعة الوحيدة في الجنوب التونسي التي تتوفر فيها مواصفات العرض الفني وبيودي أن يكون في كل ولاية على الأقل قاعة عرض لأن تونس فيها توى نهضة فنية مهمة جداً ثلاثون عملاً فنياً هي بمثابة مشاريع بحث وتطوير لقيم جمالية تتوق أن تصنع الدهشة في مجال أرحب وأن تكون هذه القاعة همزة وسط فني بين المعهد والمشهد الثقافي الجهوي فكذا نصل مشاهدين إلى ختام النشرة ونذكركم بالعنوين ألية الحوكمة ومكافحة الفساد موضوع ورشة عمل مشتركة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاتحاد الوطني للمرأة التونسية انتلاق التظاهرات المنتظمة في إطار إحياء الذكرى الثالثة لملحمة السابع من مارس بمنغردانا تخليداً لانتصار الوحدة الأمنية والعسكرية وابناء الجهة على الإرهابيين مختصون في المجال التربوي يبحثون بتوزر ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة وكيفية معالجة أسبابه في المؤتمر الدولي الثاني للتربية ويمكنكم مشاهدين متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابطة الفزاء التونسية في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء